بتتواصل احتفالات ليالي رمضان الثقافية للأطفال بحديقة السيدة زينب واللي بيشت تواجد معرض عدد من الإصدارات المختلفة ومعرض تاني للفن التشكيلي ومعرض لوحات بعنوان مصر في عيون أطفال العالم في معرض آخر لمنتجات الدول المشاركة السودان والصين والهند خلونا نشوف كل ده من خلال التقرير الجاي كل عام في هذا التوقيت ينتظر أهالي السيدة زينب افتتاح احتفالات ليالي رمضان التي تقام بالحديقة الثقافية للطفل تحت رعاية وزارة الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل وبمشاركة سبع جهات ثقافية حيث يستمتع الأطفال والكبار بالعروض الفنية والثقافية والطرفية المتنوعة في تحقيق لفكرة المنظومة الثقافية اللي الدكتورة أناس عبدالدايم بتؤكد عليها بشكل أفقي يعني بشكل إن كل قطاعات الوزارة بتتعاون مع بعضها علشان يطلع شغلي كويس أنا سعيد جداً دي مش بإن المركز والبالي لا بالتعاون اللي ما بيننا وما بين كل القطاعات الأطفال طبعاً خلاصة اللي خلاصوا امتحانات بيبقاش عارفين طبعاً ممكن بيبقى أخواتهم عندهم امتحانات وكده ففعلاً ديماً فزليهم حلو جداً بيشوفوا مختلف مصرح الأسود مثلاً النهاردة شافوه حلو جداً طبعاً الولاد بيحبه قوي خصوصاً في سن الصغير الأرجوز جميل جداً بتبقى مصرحية خفيفة بالنسبة لهم بالنسبة لرمضان وكمان ده بيحب فيهم هم مصغيرين الحب المصرح مشاركة العديد من السفرات الأجنبية بمعروضات متميزة والإعلان عن مسابقة الرسم بعنوان مصر في عيون أطفال العالم هو الجديد هذا العام في ليالي رمضان الثقافية نحن كمركز الثقافة السينية نحن نحب في نشاطات الثقافية في المصر في جهات مختلفة ودايماً نحن نشارك في هذه الأعمال للنشاطات الثقافية بيعرف الولاد على الثقافات مختلفة وكل التعليم مجاناً كل الورش مجاناً عروض مسرحية عروض فنية ورش حكي مسابقات ألعاب عندنا مؤسسة أغابي مشاركة معنا بالحرف اليدوية وورش الجبس عنشطة كثيرة جداً وبتفيد الأطفال أنا مشاركة بالتراث السوداني ومعارضات سودانية رسم الحنة دايماً بيحبوه جداً كبار صغيرين أولاد وحتى الأولاد بقوا دلوقتي بيحبوا رسم الحنة فيه طبعاً الاكسسوارات السودانية اللي بتتميز بها السيدة السودانية عرض مسرح الماريونات والليلة الكبيرة والورش الفنية الرمضانية أهم العروض التي تخطف أنظار الأطفال وتثير إعجابهم أنا دلوقتي عملت سجدة أو مصلية أو بصلي بها ودفع نوص لرمضان أه بحب الأرجوز وبحب أتفرج على أي حاجة فطوطة أي حاجة ورحتوا تفرجتوا على المعرض الأزود اللي هو كان بالعرويس الأرجوز ومصر كان بيعلمهم بالحساب وأشجار والشمس كل حاجة بتعجبني عشان هي حلوة زي المصارح والحاجات اللي احنا بنعملها وكل حاجة حلوة هنا دعوة لقضاء أوقات من المرح والمتعة في ليالي رمضان بالسيدة زينب أنشطة وعروض مبهجة لإسعاد الأطفال والكبار احتفالاً بالشهر الكريم ترجمة نانسي قنقر